البعض يجيك اليوم يقول أنت أخذ ليش تؤذون مشاعرهم و أنت من تحكي على عمر لو تحكي على عائشة تؤذي مشاعره نقول إيه فليكن نفرض أنه تؤذى مشاعره مع أنه الآن روضناهم كثيرا فصار ما تؤذى مشاعره خلص صار عادي يسمع سبع عائشة لعن عائشة مثلا و يبتسم عادي ما يقول شيء و أكبر دليل اللي يجون يصلون وراءنا هنا من المخالفين يصلون وراءنا بهذا المسجد و إحنا بالقنوة نقول و خص باللعن أبا بكر و عمر و عثمان و عائشة و حفصة و قتلة الحسين عليه السلام و هم مساكن ما يقولون شيء عادي يقعدون و يتفطرون معانا بشهر رمضان و ما يقولون شيء و يقولون كل عام أنتم بخير و تقبل الله صيامكم عادي صار شيء طبيعي و تبرعوا للمسجد بعد فنجحنا في عملية الترويض كثيرا يعني كثيرا باقي بعد بس نجحنا إلى حد ما نجحنا على الأقل في محيطنا هذا النبي صلى الله عليه و آله آذا قريشا بالدعاء أمير مومين يقول يقول النبي كان يؤذي أنت تجي تقول لي أنت لا تؤذي شلون أنا أريد أن تبع نبيي شلون النبي كان يؤذي أنا أؤذي إذا كان إيذاء محمود بقصد إيقاظ الضمائر فمرحبا بهذا الإيذاء صحيح خلي الآن تتأذى مشاعره بس يخرج من وهم أبي بكر و عمر و عائشة أحسن من بعدين يتأذى بنار جهنم إلى أبد الآبدي صحيح أو لا خلي الآن في الدنيا شوية يسمع كلمة قد تؤذي مشاعره لكن توقظ ضميره توقظ عقله تجعله يفكر يفكر فيبرأ من أعداء الله عز وجل ولا يتولاهم فشوية يؤذى في هذه الدنيا تؤذى أيضا مشاعره خير من أنه نتركه على عمى و يوم القيامة يكتشف شنو أنه كان مع الظالمين و مع المنحرفين و مع المنافقين فيحشر معهم في قعر جهنم و العياذ بالله و يجي بعدين يحاسبنا و يقول ألم أكن أخل لكم بل من أنفسكم و أنتوا تقولون إخواننا بل أنفسنا ليش ما جيتوا قلتولي ليش ما حجيتوا لي ليش ما نصحتوا لي لماذا ما جئتموني و قلتم يا هذا ننهاك عن موالات أعداء الله لا تتولى أبا بكر ولا تتبعه لا تتولى عمر ولا تتبعه لا تتولى عائشة ولا تتبعها ليش ما إجيتوا نصحتوني شنجاوب نقول والله خفنا على مشاعرك هو إذا عنده مجال يتكلم و إيانا قبل لا يدخلوا جهنم يجي يمكن يلقي القبض علينا هكذا يعني ينقض علينا و يقول إلهي هذا إلا الدخل معي وجهنم هذا صوت هذا هذا جاري إحنا كلانا ببغداد زين كلانا ببغداد أنا من أهل العظمية هذا من أهل الكاظمية يوميا نحن نشوف بعض و نسلم على بعض مدري شنو إلى آخره ولا فد يوم إجا قل لي يا أخي يا عزيزي يا حبيبي أنا أريد منك أن تصبح شيعيا و تترك هؤلاء الظالمين لا تتولاهم ترى هؤلاء حرفوا الدين الإسلام سكت على أساس لا يؤذي مشاعري و الآن أنا رح يدخلوني جهنم بسببه فهذا الآن الطببة معي جهنم هذا نفسه أريد الطبيب جهنم لأنه كان من حق الجيرة فيما بيننا حق الأخوة فيما بيننا أن ينصحني أن يقيني نار جهنم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و نقول من أنفسنا هذا مو المنسوب للسيد السستاني أنه لا تقول أهل السنة إخواننا بل هم أنفسنا صحيح من أنفسنا قو أنفسكم القرآن يقول فلازم تروح لهذا اللي هو كالنفس بالنسبة إليك تجد تقول لي يا أخي أدعوك بدعوة الإسلام و التشيع و الرفض للظالمين و أهل الباطل ترى أنت مخدوع ضحكين عليك قال لي لك أبو بكر خوش واحد هو أنذل مننا ماكو ترى هذا أبو بكر بنت نبيك فاطمة الزارة عليه السلام قالت عنه إنه كذاب مفتر و كانت تدعو عليه في كل صلاة تصليها فأنت بين خيارين إما أن تكون مع أبي بكر أو تكون مع فاطمة الزارة عليه السلام وهذه حجتي ألقيها إليك وأتمها عليك و أنت حر خلص لا إكراها في الدين بس قل إحتي اتكلم مو بس ساكت ساكت الساكت و عن الحق شيطان أخرس شكرا للمشاهدة